العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هدي تفنون العلم والأدباء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في الدرس السابق الوارثين من الرجال والوارثات من النساء وذكرنا أن الوارثين من الرجال في حالة البصد يبلغ عددهم خمسة عشر وارثا سأعيدهم من أجل التذكير الإبن وابن الإبن والأب والجد لأب والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم لأب وابن العم لأب والزوج والمعتق فهذا عددهم خمسة عشر وارثا هذا لا يعني أنهم لو وجدوا في مسألة واحدة أنهم يرثون كلهم هناك مراتب جعلها الشرع بين هؤلاء الورثة وذلك بالنظر إلى مدى قربهم للميت أو بعدهم عنه مدى قوة صلة القرابة ومدى ضعفها مثلا الابن أقرب من ابن الابن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب على سبيل المثال فهنا فاضل الشرع بينهم بناء على القوة بناء على القرابة إلى آخر فلو اجتمعوا كلهم هؤلاء الخمسة عشر اجتمعوا في مسألة واحدة يعني ماتت امرأة عن ابنها وابن ابنها وابيها وجدها لأب واخوتها الشقيق ولأب ولأم والأعمام وأبناء الأعمام وزوجها ومعتقها لم يرث منهم إلا ثلاثة أشخاص فقط والبقية محجبون يسقطون منه ليس لهم نصيب في التركة من هؤلاء الثلاثة؟ الزوج والأب والابن زوجها وأبوها وابنها فقط هؤلاء الثلاثة والبقية محجبون يعني مثلا الجد محجبون بالأب ابن الابن محجبون بالابن الإخوة بجميع أنواعهم محجبون بالابن وبالأب أبناء الأخوة محجبون بالابن وابن الابن والأب وبالجد إلى آخرة يعني هناك كما ذكرت مفاضلات بين أولئك الورثة طيب إذا قلنا الزوج والأب والابن كل واحد كم له من المراث الزوج له الربع وسنعرف السبب لاحقا لماذا والأب له السدس وسنعرف السبب أيضا لاحقا والأب يأخذ الباقي فلو جئنا إلى الربع والسدس والباقي وأردنا أن نحصل من ذلك مضاعفا مشتركا أصغر كما هو في اصطلاح علماء الرياضيات لو وجدنا أن أصغر مضاعف مشترك للعدد أربعة وستة هو الاثنى عشر فالزوج له الربع ثلاثة والأب له السدس اثنان هذه خمسة يبقى سبعة هي نصيب الابن فسنرى في هذه المسألة أن الابن ورث أكثر من الزوج وورث أكثر من الأب مع أنه صاحب ليس صاحب فرض يرث بالتعصيب له الباقي ومع ذلك أعطاه الشرع قوة على الحجب كثير من الورثة وحتى من ورث معه أعطاه الشرع قوة لإنقاصهم من أنصيبها عليا إلى أنصيبها دنيا نرجع إلى الورثات من النساء ذكرناهن بالبسط قلنا عشرة قلنا عشرة عشر وارثات سأذكرهن من باب التذكير البنت وبنت الابن مهما نزل أبوها بمحظو الذكور والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة لأب والجدة لأم والزوجة والمعتقة فهؤلاء عشر من النساء ماذا لو اجتمعنا كلهن؟ هل يرثن جميعا؟ لا يرثن جميعا هناك أيضا نوع من المفاضلة بينهن في قضية التوريث من حيث القرب ومن حيث القوة إلى آخرة فمن هؤلاء العشر يرث خمس نساء الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة فقط الخمس الأخت لأب والأخت لأم ليس لهن في هذا المراث شيء الجدة لأب والجدة لأم ليس لهن من المراث شيء وكذلك المعتقة خمس يسقطنا وخمس يرثنا طيب فإذا ورث أولئك الخمس كم نصيب كل واحدة منهن؟ الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف وبنت الابن لها الستس والأم أيضا لها الستس والأخت الشقيقة لها الباقي فلو جئنا إلى تلك المقامات ثمانية واثنين وستة وستة واردنا أن نحصل مضاعفا مشتركا أصغر طبعا علماء الفرائض ليس عندهم هذا المصطلح هذا مصطلح حادث عندهم مصطلح آخر سنتحدث عنه عندما نتكلم عن تعصيل المسائل وتصحيحها لاحقا إن شاء الله فأصغر مضاعف هو الأربعة والعشرون فالزوجة لها الثمن ثلاثة والبنت لها النصف اثنان وبنت الابن لها الستس أربعة والأم لها الستس أربعة فلو جمعنا هذه الأنصيبة سنجد أنها تبلغ ثلاثا وعشرين يبقى واحد فقط سيكون نصيب الأخت الشقيق طيب دعونا نكترض افتراضا آخر ماذا لو اجتمع جميع الورثة رجالا ونساء يعني خمسة عشر من الذكور وعشر من الإناث خمسة وعشرون وارثا طبعا لا يمكن أن يجتمع الخمسة وعشرون لا يمكن أن يكون في المسألة زوج وزوجة لا يمكن ممكن يكون هناك أب وأم مات شخص ما عن أبيه وأمه عن ابنه وابنته عن أخيه وأخته لكن هل يموت شخص عن زوجه وزوجته لا يمكن طبعا أكبر عدد يمكن تصوره أربعة وعشرون وارثا فلو افترضنا أن الزوج هو الوارث يعني التي ماتت هي زوجة وهي المرأة ماتت امرأة عن زوجها وعن بقية الورثة الذكر والإناث فالذين يريثون منهم خمسة الزوج والأب والأم والابن والبنت طيب ما هو نصيب كل واحد من أولئك الورثة الزوج له الربع والأب له السدس والأم أيضا لها السدس والابن والبنت سيكون الباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا جئنا لكي نجد المضاعف المشترك الأصغر لهذه الكسور وهذه المقامات سنجد أنها تتأصل من اثني عشر فالربع ثلاثة ستكون للزوج والسدس اثنان سيكون للأب والسدس أيضا للأم اثنان وهذه سبعة يتبقى خمسة تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين طبعا خمسة لا تنقسم قسمة صحيحة تحتاج تصحيحا سنتحدث عن التصحيح لاحقا طيب نأتي للإفتراض الآخر نفترض الآن أن الميت الرجل مات عن زوجته وعن بقية الورثة الآن في حالة توريث الزوجة سنجد أيضا أن الورثة أنهم نفسهم لكن بدل الزوج ستكون الزوجة إذن الزوجة والأب والأم والابن والبنت فسيكون للزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللابن والبنت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فلإيجاد المضاعف المشترك الأصغر بطريقة أهل الرياضيات سنجد أن العدد 24 هو المضاعف الأصغر فالثمن ثلاثة للزوجة والسدس أربعة للأب ومثلها أربعة السدس للأم ويبقى 13 ستكون بين الإبن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين إذن تلاحظون الآن نحن في مثل هذه المسائل عندما دخلنا بدأنا نتعمق في هذا العلم نجد أننا بحاجة إلى معرفة فقه المواريث أن نعرف النصف والربع والثمن والثلث والسدس ومتى يستحق كل واحد من الورثة هذا النصيب ونحن بحاجة إلى نوع من معرفة الرياضيات وعلم الحساب المضاعف المشترك الأصغر وكذلك قضايا مثلا ما يتعلق بالمقامات والكسور حتى نصل إلى معرفة الرقم الصحيح الذي سيناله كل وارث هذا عندما قلنا في تعريف العلم إنه فقه المواريث وعلم الحساب هذه أيضا مقدمة بين يدي هذا العلم عندما يجتمع الورثة وإن شاء الله في الدروس القادمة نتابع الحديث عن مسائل هذا العلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وفهما ونورا وبصيرة إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الزنوب وسترمى شان من العيوب